قالت اللجنة المالية النيابية ان تمرير موازنة العام المقبل يحتاج الى نحو 45 يوما اوضح مقرر لجنة احمد صفار ان مبلغ 77 تريليون دينار سيكون كافيا على العراق كموازنة تقشفية مؤكدا وجود مبالغة في حجم وبنود النفقات في الموازنات العراقية لكن في هذه الموازنة التي ستكون تقشفية سيدقق البرلمان كل دينار يتم تخصيصه في بنود الموازنة اشتركوا في القناة